اشتركوا في القناة شكرا لأخيه عاهل البلاد المفدة ولمملكة البحرين على الدعم الدائم للقضية الفلسطينية ومساندتها في جميع المناسبات والحرص على إيجاد حل عادل لها مؤكدا وقوف دولة فلسطين إلى جانب مملكة البحرين وشعبها الشقيق مستعرضا فخمته المساعي والتحركات التي تهدف لحل القضية وقيام دولة فلسطينية مستقلة بدعم الأشقاء والأصدقاء وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن شعب مملكة البحرين يعيش قضيتنا الأولى يوما بيوم وحدثا بحدث مجددا معاليه مساندته لما يبدله سفراء دولة فلسطين المعتمدون لدى الدول العربية والإسلامية من عمل متواصل بهدف تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من تجاوز المصاعب الجسام التي تواجهه وهي الجهود التي تحقق نجاحات مشهودة ومهمة كان آخرها القرار التاريخي رقم 2334 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي ويطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيات المحتلة وما يعد انتصارا للحق الفلسطيني ويعكس إجماعا دوليا على عدم شرعية الاستيطان ورفضا للاحتلال ومبارسته وتبعاته وشدد معاليه على أن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بأولوياتها المتقدمة لدى مملكة البحرين مشيرا إلى أن الوصول لحل عادل ودائم لهذه القضية يفرض الاستمرار في بذل الجهود كما يستوجب على المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته وإلزام إسرائيل للقبول بالسلام واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة وعرب معاليه عن أمله في قيام دولة فلسطينية مستقلة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية مطالبا إسرائيل بدعم ومسندة حل الدولتين إذا كانت رغبة في توفير الأمن والاستقرار لشعبها وقد أقام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مأدوبة غداء وذلك تكريما لفخامة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق وأصحاب السعادة سفراء دولة فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية وقد حضرها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمدعون تأكيدا على إسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في جميع المناسبات والحرص على إيجاد حل عادل لها احتضنت مملكة البحرين مؤتمر سفراء دولة فلسطين في إطار التحرك المتواصل لحل القضية وقيام دولة فلسطينية مستقلة علينا أن نكون على يقين بأن الدولة الفلسطينية ستقوم إذا أحسننا التصرف إذا استعملنا الحكمة الحكمة الدبلوماسية الحكمة السياسية بدون أخطاء يجب علينا أن لا نخطئ حتى نصل إلى ما نريد إن شعب مملكة البحرين يعيش هذه القضية يوما بيوم وحدثا بحدث كلمات أدل بها معالي وزير الخارجية البحرينية الذي أكد أن لدولة فلسطين أفضالا كبيرة على الجميع وعلى مر العقود الشعب الذي يكون لكم كل المحب والتقدير الشعب الذي يعيش قضيتنا الأولى يوما بيوم وحدثا بحدث ولا ينسى أفضالكم الكبيرة على مر العقود وأؤكد هنا أن القضية ستظل محتفظة بأولويتها المتقدمة لدى مملكة البحرين ومكانتها المهمة في سياستها الخارجية التي تدعم كافة المساعي الأقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية ملفات عدة يطرحها المؤتمر الفلسطيني تبحث أهم التطورات في شأن القضية منها إلزام لاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المؤتمر لقاء السفراء دائماً لتدارس أوضعنا في تلك البلدان التي نعمل بها وأيضاً تطوير عملنا إلى الأفضل والأحسن دائماً هناك مشاكل يعانوا منها نتيجة حالنا الفلسطيني الصعب نتيجة الاحتلال نتيجة أيضاً الحصار المادي أيضاً نحن في فلسطين في غزة هاشم المكلومة حصار قاتل حصار رهيب في الضفة الغربية حواجز عسكرية الاستيطان يقضم الأرض دائماً وعلى مدار الوقت كل هذا أيضاً يدخل ضمن هذا التوجه في هذا المؤتمر وكل مؤتمرات للسفراء في كل البلدان العربية والإسلامية هناك صعوبة في جمع الكل الفلسطيني من سفراء دول دول الفلسطين في العالم تأتي البحرين هنا في هذه الرعاية الكريمة والمباركة لاحتضان هذا الكم الكبير من السفراء الفلسطينيين في العالم تتويجاً ورعاية لجمع السفراء لأخذ التوجيهات أولاً من فخامة الرئيس محمود عباس ليضعنا في آخر التطورات مؤتمر هو الثاني الذي يقام على أرض المملكة جاءت ضمن سلسلة لقاءات حققت نجاحات مهمة كان آخرها القرارات تاريخية الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي وأعكس إجماعاً دولياً على عدم شرعية الاستيطان وممارسات الاحتلال إيماناً منها بأهمية هذه القضية التي تقع تحت وطأة الاحتلال تقف مملكة البحرين دائماً في كل ما يصب في مصلحة هذه الدولة التي هي حاضرة وراسخة في قلب المنامة لتلفزيون البحرين صالح يوسف